موسيقى أتوقع أنه صريح ما في الكفاية مع أنه ذاكي في اللقاءات يعني اليوم إن شاء الله نشوف هل هو بيجاوب ما بيجاوب بس أنا حسب معلومات أن ريال صريح محمد مجيد ننورنا اليوم ننور نورك ومشكورين على الاستضافة وإن شاء الله نجاوب على كل اسئلة طيب بتجاوب طيب أنا عارفك أنت بتجاوب لأن أشوف الجمهور والذي يصير في محرك ذي الفترة هل أسألة واحد بس نحن اليوم ما نبي محمد مجيد فقط كمدير فريق اليوم محمد مجيد من تكلم عنك اللاعب سابق بعد لأنه بعد فيها الشوحة اللوية يعني شفناها قبل إيه الحمد لله قدمنا سنوات من العطاء في السلة وخلاص إيه الوقت اللي نسحب نعطي نشانس حق الغير حين معلومة مهمة أبي توضح ليها لأنه أنا فاجئاتني إذا هي صح ولا لا أنت أصلاً لعب حق القاتسية مو لاعب حق المحرك صح؟ إيه لعبت سنة سنة واحدة في القاتسية على حسب إخواني كانوا يلعبون هناك كم كان عمري؟ عشر سنوات عشر سنوات؟ إيه محرك كان عمري هدى عشر سنوات إيه شالي صار اللي رح تمحرك؟ هذي قصة مو الخضر واحتك؟ هذي كان في مهرجان في ناري محرك الشيخ محمد الله يرحمه كان منظمة اسمه مهرجان أرض المرح ومسوي نوع المسابقة بيلندية كنا نحن القاتسية ومحرك والحالة مواري تمن ناري بعد في حق البراعم طبعا؟ إيه إيه حق البراعم فشاركنا هناك على صنوات المحرك الغديمة اللي نص طائرة ونص سنة إيه 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 شاركنا هناك ولعبنا ضد محرك وشيخ محمد كان حاضر هناك والله يذكره بخير بعد الأخ حسين رازي خلصنا المباراة ضد محرك وكنت بس أجل وذي كنت طويل ها كنت طويل كنت أكبس أكبس على حلق البراعم ما شاء الله ايه فرحنا فاينال مع الحالة وخسارنا القادسية ضد الحالة كان فيه كافتيري في ناري محرك صب الريسيبشن هنا كنت عقب المباراة خسارنا وروحت الكافتيري هنا قاعد أصيح وأباش تريلي مارجر وأنا قاعد أصيح اللون الحسين درازي واقف وراي ما اسمك؟ قلت له محمد قلت له بتي محرك قلت له لا ومشيت ومشيت عند الوالد كان موجود هناك يطالع المباراة ومعرف حسين درازي انه هذي أبوي وراح له ومحرك ومستقبل ترى أحسن وبس رديت البيت وصال لي الوالد والإخوان قال لي لا محرك مستقبل ترى ذي يعني هناك القادسية نحن لعبنا ذي تبني مستقبل روح محرك وبس رحت محرك قلت له حسين درازي رحت أذكره يوم واحد تمرنت يوم واحد يوم الثاني ما رحت تطال لي حسين درازي قال لي قلت له تمللت ما عارف أحد أبي رابعي وياي قال لي ان شاء الله يا ابن الله عبين كلهم علي جعفر ومحمد الحكيم وعرس منبارك سلمان المحري احنا اربعة وانا خمسة كلنا يا ابنة محرك كلنا عشان محمد ماجي وبس والله من ذا كل وقت كان موسم تسع وتسعين الفين موسم تسع وتسعين الفين أول موسم العادة هادي ها قلتي له وحسين درازي هايرينك في الصين مدير الفاريق من بعد شما نوبك لا فا يابتي محرق يعني كان الشيخ محمد الله الرحمه بتوصية من عنده وحسين درازي بعد هو اللي واصل يعني يوبني هناك لشيء تمحرق ما شاء الله فقعت من البراعم من البراعم انت محرقية تقول حق الناس ايكيد يعني اذا لعبت من البراعم اساسا وين انت ايه بديت اللعبة هناك بس يعني بديت سنة وانا حي في محرق تم من 99 تحتيلة اليوم ايه كانت لي طلعتين الحالة والرفاعة بس الاساس يعني احلى موسم حقي محمد مجيد في محرق الفين وثمانية البطولة الاولى ايه اول بطولة في تاريخ النادي بقيت لك شعر ينبي قوم ليش نزيل بس ان بطولة اول بطولة في تاريخ النادي اول بطولة الدوري في تاريخ النادي واول سنة لعب اساسي فريق اول والحمد الله كان اخر سبع نقاط في المباراة انا سجلت انت من بداية الموسم كنت لعب اساسي ولا عقب بداية الموسم ومحمد مجيد ايه الثالث رجعنا من لبنان احمد جناحي اعتقد صارت الظروف شي وانسحب وانسحب الفريق فهيات الثاني والحمد الله كنت اتمرن وكنت احط على روحي فالمدعرب كان متحاير بيني وبين الدوي كان يلعبني اساسي وانسحب ايه سنة وانسحب الانا فصرتي اساسي فشيص التو كنت اعب وانسحب الان ايه وبينات الموسم اساسي لنهاية الموسم أول بطول الدوري حق النادي بسببها محمد مجيد بسببها محمد مجيد بس كان لي تأثير وايد قوي في الموراة النهائية إذن شنو صار في ذي الموسم اللي محرق يمكن كان درجة ثانية صحيح مكان درجة ثانية محرق محرق المحرق ما أعرف أنا ما أذكر من أي سنة يعني بس أنا من الدرجة في فريق الأول وإحنا في المربح موجودين موجودين أنا فيه كلام قل يقول محرق كان درجة ثانية إيه هذي سنين قبل أنا ما ذكر أي سنة يعني قبل أنا حتى يمكن أن ألعب سنة التحكي بداية التسعينات يمكن شيء أوكي فمن على حسب خبرتي يعني اللي سماعته من الشيخ محمد يهود فريق الأولى السنة ويابا ذكر اللي أعتقدش أنه وولتر بريرا مدرب برازيلي لعبوا سنة هني أذكر حتى ضموا اللي سماعته ضموا إبراهيم الدرازي إبراهيم خباز محمد حسن بدي يعني يقدم مستويات زينة ومحرق صعد درجة أولى وبس من صعد موجود في النهائيات والمربع الذهبي ليه؟ بس أنا قصدت كرامي اليوم من ذيك لسنين أي سنة؟ من أول ما صار فرقرة السالة أوكي انتهيت بتأول بطولة حق النادي كدوري بطولة الدوري أي شنو اللي صار في ذي السنة اللي انتهيبت بطولة الدوري علش من قبل ما يبد شنو كان الفارق في 2008 آآ يمكن يعني مو يمكن أكيد كان تركيبة اللي صارت والمدرب كان وايذك المدرب كان موجود جون واتك أمريكي كان وايذكي يعني كان أذكر الشيخ محمد بعدها دائما هو البصمات في هاي البطولات الله يرحمه ياب لنا ضم لنا في الفارق ياسر بنفور وشهرام ياسر بنفور وشهرام في ذاك الوقت كانوا شوي كبار في العمر فأحنا شوي كان عندنا كبار 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 المدرب قال لي قالوا كي ما عندي مشكلة ييبهم يابوهم ونضموا وياننا ولعبوا ورحنا للبنان ورجعنا هنا أقول لك ليش مدرب كان ذاكي كان يستخدمهم في أوقات خلاهم يصرون نجوم خلاهم يصرون نجوم والله العظيم ماي كان المدرب هني؟ جون واتك أمريكي خلا ياسر بنفور يدشون في أوقات ويسجلون نقاط واذا لي يرجع حق حق الهايلايت من المبارات شوف بنفور وشهرام شوون في المبارات شوفهم شلثريات اللي كانوا يسجلونها والديفنس اللي كانوا يلعبونها وذي فشنو كان يستخدمهم دقايق محدودة على الطاقة اللي عندهم ويسحبهم يريحون يريد يدخلهم مرة ثانية فكان عارف المدرب يوظف الأدوار كان وائد عارف يوظف الأدوار الدوري في ذاك الواي كان وائد صعب بدون المنامو الأهلي اي كان وائد صعب تحتش عن نجوم كانوا في الدوري يعني شهرام منفور نوح نجف محمد نجف هاني علم حزتها الأهلي كانوا لاعبين الصغار اللي طال أمون الصغار اللي في جيلي أنا مثلا محمد قربان حسين شاكر سيد هاشم فالأهلي كانوا صغار وزينين والمنامو كان عندها الخبرة وإحنا أنا كنت الوحيد لصغير الفريق صحيح الوحيد وكان فيه لاعبين على البنش مثلا علي جعفار محمد حكيم كانوا موجودين بس يعني في الملعب كنت أنا يمكن المنامو كان عندهم محمد حسين حسن نوروز أحمد عزيز كانوا في قمة كان في قمة تعطاهم صح كان الأفريق أمكس خبرة والصغار فكان دوري صعب والمحترفين كانوا على مستوى فيه لاعب اليوم موجود أفضل من اللاعبين السابقين الذين تلعبت بياهم ولا ما يليلحي اللاعب شوف ما يمكن لا فيه لاعبين اليوم زيلي لا نظلم أفضل من اللي كانوا موجودين يعني يوم تتكلم عن شهرام التاريخ وايد كتاب لهم أشياء أهم أكتبو حق روحهم رصد إنهم أكتبو حق روحهم على مدى لسنين اللي لعبوها بس مثلا خلنقول شهرام شهرام كان وايد مميز وايد مميز يعني يعني كان عنده طول كان عنده سايس الملعب كان يشوت كان يديش كان دين يمكن الشي المميز خلنقول مثلا خلنقول اليوم مصطفى مصطفى وايد زين مصطفى اليوم نجم صحيح عنده مهارات عنده سرعة عنده شوت عنده دخول على الحلق يديش على المحترفين فاليوم مصطفى كامل خلنقول مصطفى ويا شهرام شهرام يمكن تفوقف الطول كان عنده كان سايزه وايد طويل فيقدر يلعب ضد المحترفين بنفس السايزة قريبا اي ف ما نظلم القبليين ولا نظلم الموجودين فكل واحد في جيله يلعب بالمستوى اللي هو قاعد يلعب فيه لعبت يلعب حسن من شهرام انت كبحريني اي شوف شهرام يعني من اللاعبين اللي صج كان لهم وزن في الملعب اللعب ضدهم اللعب معهم يعني شهرام بنفسور حمد حسن جاسم محمد في لعب لعبت يعني احنا افضل لعب عنك شهرام صح تقريبا في نظرتي آني في لعب افضل من لعبت معه عقب شهرام افضل من شهرام او لا ما فيه ما يلي لغرتي انا ما اعتقد اوكي ما اعتقد الروح حق اخر الدقائق في الامبرانة النهائية اللي تيبت فيها البطولة لاعب صغير توليش فريق اول اخر سبع نقاط وهو يشيل الكورة ويروح يشوت يروح يدش قرارات هذي منك من نفسك ولا هيخطة من المدرب ولا لا من نفسي سينوا معك نجون وقسم الله والله العظيم النارسي تعلم ليش تحصلت دا كل وقت 2008 كم كنت أمر هنا عشرين سنة عشرين سنة اي كنت اظهر العظم ما لعب لها نتذكر القصة اذا اي واحد اذا يسألني عندي اقول له صاروا هجمتين قبل هجم اليواني شيت ثري بوينت هجميت محترف روبرت كان شائل فريق صح اييت عطيت نزل على اللوبوس شوت في دوي ضيعها ضعوا المنامة ضيعوا اعتقد اييت الهجم الثاني عطيت النجم الأول في الفريق محمد حسن اعطيت الكورة بعد ما انا نذكرش صار وضعت والله العظيم ضيعوا المنامة خذيتها في لاحظة واحدة لون شي وقتنا واحد قاع يقول لي يا المحترف ضيع النجم الأول ضيع شوش فيه اذا ضيعت نهائي والله العظيم شفيه اذا ضيعت بس اييت اللون اشترت حق المحترف تعال لي بيك واحت الاولية الثانية كمبس كان ميوودني نزل من تحت شو تثري بوين ثقة ايي الثقة تي من التمارين ما في قلبها عشرين سنة ايي لا الثقة تي من التمارين انا دائما اقول لك اذا واحد يتمرن ويشوت ويحط على روحه اذا ما اشت في هالواق متى تب يشوت سوف يفارك عشرين نقطة هاي المباريات الواحد يستانس فيها اذا يسجل هاي المباريات فالثري بوينت اعطتني الثقة اروح ليب اعطتني الثقة اخذها مرة اللعبة الثالثة اروح واحصل فريثرو ايه فمن هاي الالعاب الواحد لازم يكون جري في بعض الوقات التحمل اذا ضعت بتتحمل بس تشوف قرار مثل يا ناتش انا 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 مو فني بس انا احس يعني مو كل واحد لازم يسوي هالطريقة يعني لازم تسمعك لان المدرب بس اليوم لعبة مثل او قرار مثل محمد مجيد اليوم صنع تاريخ اليوم ليه اليوم الناس تقول في 2008 محمد مجيد هو اللي يابل بطولة لو انا كنت خايف محمد مجيد يلعب ومش هو ولا صار شيء اروح حق 2012 يلا السنة اللي خلنا نقول فيها اثبات وجود اكثر بالضبط 2012 قلت شاي انتهى عصر الزعمة اوك ايه طلعت اتكر التربيو شنو سلفات ايه اذكر ماري كان بطولة الكادس او بطولة الدوري ما اذكر انا ما اذكر بس انت قلت اتواق امكان الدوري ما اذكر اذكر ايه طلعت قاموا علي اذكر الاهلي ان الاهلي قاموا علي ايه انتهى عصر الزعمة ما اه ما اعني شوف هاي تاريخ حق المنامة والاهلي يعني ما بي محمد المجيد في انتربيو واحد بي محرين بس عارس ساعات حماس مباراة وكننا اعتقد الدوري لانك ماخذين الكاس ايه وانا اخذينا الدوري على حسب علماتي هاي تقلتها في الدوري ايه وفست في جيم خيالي يعني ممكن انت قلت هاي التصريح ايه الكمباك ايه 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 ففي هاي السنة صج كان ما في زعامة غيرنا احنا نكون صريحين بعض 2012 كنا نلعب بطريقة اللي احنا كنا فارضين نفسنا 2012 محرق نفارض نفسه في كل البطولات كاس دوري سوبر ايه احنا مو غزيعة للتاريخ اللي راح مع المنام واهلي لا لا 2012 احنا كانت هاي السنة وهاي المقصر كان من الكلام مو انتهى حصل الزعام انه خلاص لا 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 انه هاي السنة كانت سنتنا احنا اذا انا اربط موضوع في 2012 في اليوم اوكي انتوا سويتوا حراكة في 2012 في المنامه دخلتوا الشباب صح ولا لا لا دخلنا منش ياتوا مباراة لو تفوزون على اهلي ايه المنامه يسعد المنامه يفعينا ايه بس انتوا دخلتوا الشباب دخلنا البنش او الاحتيار يوم انت محتاج المنامه يفوز على الناجمة يوم الخميس حلقة بتنزل يمع بس الخميس اي منامه يلعب ضد الناجمة اي محتاج فوز على الناجمة ما تخيل سوينها فيك من حقي اذا مشويها مع انها ما تطلع في ناس تكلمون وتعرف اي او عاد شوف اي شي تسوي بيفتر عليك الزمن بيفتر عليك الزمن للأسف 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 وللأسف حطينا روحنا في المنامه انا عمري ما نحطيت في المنامه ولا مرة من اللعب سال للأليل كل مرة كان لي نصيب قادش ولا تأهل كنت اخذه بيدي عمري ما نطرت نتيجة بني احكي ذلك الموضوع بس مو خايف يسوونها فيك اكيد 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 خايف سوونها شوف انا بقول لك شاغلا انا بعيد عن يعني علاقاتي او غيرها انا كرأي الشخصي ما احترامي حك كل الادارات اللي أنا شفتها اللي مراتها على المنامه وكلهم فيهم بخير والبراكة ولكن انا تحكي عن ادارة اليوم الموجودة في المنامه احترافيتها جدا عالية انا ما اتوقع المنامه بيتش بيفوز واذا نجبك هذوق اذا بيانا باقول لك شيء ما باقول هالكلام عشان اوه قلنا هالكلام عشان احنا نصيج محتمل لا الادارة الحالية الكل قاعد يقول لي برا المنامه ما بشويه انا خاف طبيعي ايء انا خاف لانا فيه شخص امس قمت لك لقد قال لي لو انا مقال منامه وburnском قال لي لو انا مقال منامه ما سويه فمنامه اذا سواها من حق واذا ما سواها هاي استراتيجيه هو ماشي عليه فاذا هي سواها المنامه من حق من حق يبعد منافسه ولو احد من المنافسين لله واذا ما سواها هذا يناظر وستراتيجية هم ماشين عليه بنرجع عدد الموضوع عقب لأنه في يعني في لابار تعود في الحال بس خلني خلني في محمد مجيد اي بس أنا في 2012 التصريح مربوط في اليوم محمد مجيد عقب فترة طويلة في محرق طلعت رحت الرفاء رحت الحالة رحت الحالة ورحت الرفاء عقب رحت الحالة رجعت محرق سنة ورحت الحالة ورديت رحت الرفاء يعني بين الحالة والرفاء كانت في سنة محرق وعقب عقب رفاء ورديت لا عقب قبل أنتي محرق حالة بعد صح اي لعبت أربعة كاية اي أي ويك عنا بس أخلني في الرفاء ما هي الحالة يعني محرق كنت طلعت رحت الحالة رجعت محرق رحت الرفاء رجعت محرق رحت الحالة ولا من رفاءت الحالة لا من الرفاء خلاص وقفت من عقب الرفاء وقفت اليوم أنت محرقي من صغارتك وتعرف شنة معنات المحرق والرفوع بالضبط وحنا قاعد نصور الحالة اليوم بيوم مباراة المحرق والرفوع في الكاس الي هي يوم السابت اليوم ازاي شون اقتنعت اليوم واحد يعني انت كابتن فريق طلعت كابتن فريق طلعت من المحرق ورحت فريق منافس حق محرق من اقدعك انا صراحة رحت عشان عبد الرحمن غوالي من صديقك فرحت عشانه يعني توجهي صار على الرفاء بسبوع عبد الرحمن غوالي بس ليش رحت كانت فيه اشياء في الفريق ما كانت تخليني على دراستنا شنو صارت زين اه يوم حقا عشانك كلاوعب حمولة الادارة القليمة من العرفة بس انت كلاوعب ايه مار يعني احسيت مو مقدر اكمل بسبب الاجواء مو قادر استمر في الفريق معنا فريق كان فريق يعني نجوم ايه الفريق وان فيه نجوم اه شوف انا هاي الكلام يمكن اول مرة بقوله في مقابلة مادر اذا محمد المجيد صح ولا غلط بس نظرة محمد المجيد يوم طلع مجيد محرق راح الرفاء كنت عن ظلم ساعت كنت عن ظلم انما قاعد تلعب ايه كنت عن ظلم والدليل على ذلك رحت الرفاء وذيك السنة في الرفاء كان فيه نجوم موجودين في الرفاء عمر كويد يونس كويد صباح كان فيه نجوم محمد المجيد فرض نفسه اساسي في دورين مع الرفاء انت طلعت يوم ايفار كان موجود مع الفريق ولا ايه السنة اللي لعبت فيها اخر سنة مع محرق ايفار كان موجود ويوم رحت محرق ايفار كان موجود لعبت اساسي مع ايفار كاس السوبر اللي احنا اتذكر ليش ان ظلمت هاي القابل انت تقصد متى انا انا اقصد لك ان ظلمت في اخر السنة اخر السنة ايه فرددتك انت لعبتها ايفار لا ايه حتي اول يوم ان ظلمت اول شيء اول طلعة اول شيء ايه اول طلعة يوم رحت الرفاء ايه هاي ثاني طلعة ايه هاي طلعة اول طلعة كانت كانت الحالة ان ظلمت في الحالة او ان ظلمت يوم رحت الرفاء الطلعتين كنت احسروحين قاعدة ان ظلم قاعدة ان ظلم ايه كانت تصير اشياء وكنا نسمع اشياء في تدخلات كانت تصير تدخلات كانت تصير توصيات شنو كانت طريقة التوصيات ولا شنو كانت طريقة التدخلات ما عارفها مية بالمية ما بألف من عندي بس كان محمل مجيد دايما لمدرب يديد ايه يفرض نفسه مرة واحدة يرجع على وراء يصير اللاعب الثامن ولا التاثر ايه ليه اخر سنة يوم اللاعبت مع ايفان انضميت مع الفريق في الاعداد كنت اساسي رحنا مع اسكر اعتقد رحنا الشارجة شارجة وعجمان ما ذكر محمد مجيد كان اساسي لعبنا كاس السوبر كنت اساسي ما لعب زين ما لعب زين طلعي المدرب شوية 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 محمد مجيد صار اللاعب التاسع العاشر المدرب يدخلي اذا فرق عشرين نقطة اخذ منتاشر نقطة لا هذه مو محمد مجيد وانا عمري ما كنت من اللاعبين اذا مدرب ما يلعبني اتحج ولا اساوي مشاكل ولا اقول ليش ما لعبني يا المدرب مقتنع فيني يلعبني يا المدرب مقتنع فيني وشنو الاسواب وانا انا قناع البيت سؤالي بكن وايد عود سامحني في بس انا مجرد سؤالي قررت ان انا عمشي يوم اللي قررت اروح الحالة رحت الحالة ولعبت اساسي وغلبت غلبت محرد ما اقول لك الاسواب محرد هذي بطولة عليهم بس لعبنا مباراة واخلبت محرق وغلبت ودعبت وايد زين اي هنغاد عليهم كان مو برد ثبات وجود اوكي ثبات وجود مع فريق اضعف واغلب بايحكي الحالة بس الرفاع انت مرحت الرفاع عاقات بطولة يا الرفاع اي هل بعدك كان في ثبات وجود انا اذكر في الفايرل انت في مبارا لعبت زين لا انا دورين مع الرفاع كنت اساسي عقب الدورين تغير المدرب كان مدرب لتواني اعتقد ايه مدرب سام بنسون ايه المدرب شوف هني اقول لك انا قناعات مدربي لا بس في دقائق حتى وكانت غير الدقائق كنت فيه ظلم حرق كنت لعب زين اي 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 يعني بس دقائق كانت محدودة كل شي لان بسبب كانوا ثين محترفين بعد بعد صح صاروا ثين محترفين وكان محمد كويل وبعلاي يونس كانوا يقدموا مساويات زينة فقدمت دورين وايد زينين مع الرفاع صاروا ثين محترفين والحمد الله التواش بطولة وقبها وقفت يوم كنت مع الرفاع في الفاينل جمهور محرك زعل منك ليش منك مانش يتصفقت حق الجمهور محرك زعل مني مالي شي تصفق في البعض زعل منك متى تغسل لصفق يعني يعني او مالي شي ت الجمهور كان يعني ولاحظنا هاي الموضوع كان يديش محمد بوعلاي مهور يصفق له محمد مجيد لاعب وكابتن الفريق الجمهور ما صفق له ويمكن كان ينتظر ان اليوم انت في الرفاع ما هو انت تصفق حق جمهور محرك وصارت بعد كذا ما انا مع كذا لو انا بغير لا انا تشوف يعني عمري انا ما رشيت ان المباراة ان انا ما ببيع اصفق ولا ابي جمهور اصفق الجمهور في النهاية يبقى جمهور بس مفوض يكون ممكن جمهور محرك ياخذها من ناحية تقدير يوم احنا محمد مجيد بص Vay-Santra ليش اليوم بوعلاي بيعديش صفكّم ولا ايوم محمد مجيدش ماصفق اول ما اوال ما ايش يصفق عق الجمهور محرك لا الجمهور يبطيدي يصفق لان من قبل كان محمد بوعلية자�ام يطالق England واعي Cos Author exam小 انا صار حاجة صراحة لا والا مرة ما ادققت في هاي الشي أن الجمهور يصفق لي وأنا أصفق حق الجمهور أنا علاقتي مع جمهور محرق وائد أكبر أن أنا أصفق لي ولا يصفق لي حلو أنا حبيت تراجع تدهاي وعد زين مستغلسنا كيفت بطولة يا رفاعة مو واحدة من أهم البطولات فريقي ديب سؤال الجمهور محرق كان وائد قوي على الركض شنو سؤال الجمهور محرق اي 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 اعرق شوي امروحب لأن جمهور محرق تعرف يعني شي خاص وائد سبيشيل شنك شوي طقيتني على الجرح اوكي لا يحبونك اتحادي لا أنا علاقتي مع جمهور محرق عمرها كانت مبزينة وعمرها وحتى اللي ولا مرة ولا مرة يعني أنا ولا مرة سمعت كلمة مبزينة من جمهور محرق ولا مرة وما قط في مرة واحد قصة بارجعلك 2008 يمكن هذي كان سبب اننا خذيننا اول بطولة في التاريخ لعبنا جيم وان سمي فاينل مع الاهلي شوط الاولي مغلوبين احنا فارق خمسة عشر نقطة لانا كان سمي فاينل مع الاهلي فاينل مع المنامه حلو الجيم وان مع الاهلي على مم الحصان مغلوبين فارقين خمسة عشر نقطة اول شوط قاعدنا على البنت وانا من ورانا شي سحب علينا هلون شو علينا علينا تسبحنا حب كلنا ايه ايه وقطوا علينا كلام عود بس هذي كان يعني تنى ويكا بكول والله العظيم وقسم لك هنويكا بكول صمونا بالحاب خدقنا بضولة فأقول لك يعني أنا عمري ما حاوسب ليس صموكم تقولكم بالحاب هالمرة انت راح حاوسب والله يوكم الحاب تلا الحاجهم وظرع علي اللي قاعد يصير هاي ما بنتطرق خلق بنعمشي واحد مرر ايلا بقيله انت رحت الحالة مرة واحدة ولا مرتين مرة واحدة رحت المرة اربع شهور تقريبا تقريبا وكنت متقلق الحمد ليش طلعت وشلون طلعت بعد يالله اخلصت على اصعب شوف انا اكون صراح معك ما بديش معك في التفاصيل بهاي الموضوع ما بيعطيك بس بجاوب بس بكون وايد دقيق في جواه ما بيعطيك لان اذا شو في الموضوع ناس ما ما يصر اذكر اساميهم بس اننا منعف الطريقة حيانا طلابني النادي طلابني النادي انا تكون اداري لا انا تكون لاعب طلابني النادي ارجع انت ليش طلعت كما انا طلعت طلبت ان انا اطلع ودي وعطوني استغنال لا انت ترجع وهذه بيتك وهذه مكانك زين انا عندي عقد شلون قالوا لنا خلا انت اكد من عقدك اذا تنظر ولا لا شي اكن العقد ما كنت انظر ما كان يعني العقد كان يحطني انا في سيف سوية وكلمت الحالة كلمت الحالة وهما كانوا شبه مقتنعين ان لازم امشي لان موضوع كان فيه مستقبلي كانوا مقتنعين ايه يعني هما كانوا يقولولي صح لازم امشي مستقبلك بس نبيك يتكمل قاعدين ننجح كان الدرب كان يمشي يعني الدرب قاعد يتعدل لنا وطحنا في مجموعة زينا في الكاس بغينا نروح فايل مع محرق بس قلت لهم مستقبلي الموضوع هذا شي مستقبل فعقب ما صار دي الشي طلبت منهم وقلت لهم انا اصف لان الشي اللي حصلت او اللي بحاصله هذي فيه مستقبلي ومستقبل عائلتي وذي ما مكتر يعني في النهاية يمكن انتوا تفكرون في فريقكم وانا افكر في مستقبلي اذا انا تميت واصلت عقب ما خلص الموسم ما احد بيعطيني الشي اللي بحاصله انا حتى اوكي بس ما اصر شي ان انت يعني زعلت الحالة منك ها؟ زعله؟ ما زعله وايد تضايقه لان الناس ما قلت لك الدرب كان يتسهل لنا بس انت بعد يعني خلنا نقول قلت هذا هو وقت جلنا العقد سهل لك الموضوع؟ ايه العقد ما كان فيه اي ضرر علينا اذا انا وقفت لعب بدون اي شي رسمي لك اسكرامي انت ما رحت بالغصب دا من العقد يعني خاص قولك انت لا انت مشيت ما صارت شذي دا من العقد صالحي لا انا طلرت منهم ان انا بامشي باف صخ العقد ايه هم رفضوا ويفصخون العقد فانت رغت على العقد بوالك ايه وقفت انا وقفت لعب وقفت لعب وقلت لهم لا بوقف انا لان شي فيه مستقبل وهما بعد صراحة يعني ما قاموا ورفعوا غضية مثلا ولا شاكوة ولا شي لا لا فجنا خلوا العقد اللون نفس ما هو محام المجيد قاعد في البيت الحالة استمروا اوكي لان ما انتهى الموسم وانتهى العقد والموسم اللي عقبة بداية رفضوا ويعطون استغناء حتى لو عندك عقد لازم بداية بداية لانا الموسم اللي عقبة حصلت صعوبة في التسجيل في كشفات محرق بس عقبة بعد اذكر ما قصر الشيخ عيسى هزاتها كان موجود في البتحات تدخل وسجلوني في محرق كيف علاقتك زينا ويا جاسوم جاسم محمد شلون شكرا أول علاقة و أقوى علاقة في نادي محرق أقوى علاقة لانا أول واحد صارت علاقتي زينا في نادي محرق يوم بداية الشيت عشان شيرجعت النادي عشان شذي وعشان هو مشتهد يعني مو عشان شذي وهو مو بزينا أنا بويبه جامل جاسم مشتهد وجاسم قاعد نشوف احنا شكله بعيوننا وقاعد نشوف تطور اللاعبين وقاعد نشوف قاعد نشوف تطور اللاعبين جاسم أول شيء محرقي ثاني شيء يحب يطور اللاعبين وثالث شيء هو مشتهد الولاد المدعرب مشتهد جاسم وقاعد مشتهد قاعد نشوف تطور اللاعبين يعني من الشباب فيه لعبين وايد زينين قاعد يطلعون شوي شوي سؤال هل فيه مشروع ان اللاعب الشباب أو اللاعب الفات يدعب في فريق الأول أكيد أكيد مئة بالمئة هاي توجهنا احنا مئة بالمئة بس احنا نعطنين يعني نشوف وهي جايما انا اقول حق اللاعبين الصغار شباب حطوا على روحكم تمرنوا وصعدوا فريق الأول وايد حلو اللاعب يتدرج في نادي نفسه زعي لش شلتوا محمود قريتوا يعارة لأن ما بيحصل منتس أو بيستفيد ويرجع لي نفس ما سويت معه باقر زوال المشروع يلا محمود لعب صغير المشروع كنت زين بتلاعبه لاعب جاهز هو لا محمود يمكن لاعب زين بس ما عندي ايه الخبرة الكافية ايه الخبرة الكافية عشان انا اقط الحمل كله علي اليوم اليوم محمود ما يقدر اشيل الحمل كله فانا اذا قاب بمحمود يتطور ويلعب احسن ويعطيني سنوات جدام كان مفروض انا اطلع سنة واحدة وراجعة وهو والكعب يطلعت وثناته انت تحس ان محمود هل حصل الدقائق الكافية عشان انت تشوف اذا هو يقدر يلعب ولم يقدر يلعب مع حسين قاهر يحصل قافية مع توربان يلعب ما حصل كان كان يعني المدارب ماكن مقتنع من طريقة لعب محمود فما حصل الوقت هالسنه يوم يبنى احمد جان احنا حطينا اللاعبين جدامه وقلنا العلاح نحنا شنو تفكيرنا شنو توجهنا فاااااااا وكنا وادي مدقيقين على محمود والكعبي اناه هالثنين احنا املين عليهم جدامه فبتلاعبهم ولا بدقطهم على البنش قلوا لا ما بيحصلون من السوايد قلنانا لا احنا نبيهم يلعبون اليوم انت لو تلاحظوا رح تشوف ارقام الكعبي متازع اي فانا مو طلعت الكعبي عشان يمشي لا لا انا رحت عشان اشوف هاي ارقامه ورجعه نادية وبيته ويأدي عندي هاي المستويات حتى محمود بقى يأدي محمود ايه محمود للأسف صارت مشاكل في نادي البحرين فحين موقف لفترة تسجيل الثانية النجمة يبون النجمة كلمونا سنتموا موافقين لا احنا موافقين موافقين ايه موافقين ورديننا عليهم ايه لان انا حاسم ما وصل لي فيه اعنار في سؤال فاتم عمار باعلاي لا 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 الموافقين ورضى رشاء ورسالة ورديننا عليهم رسالة رسمية بعدم ممانعة وكل شي بس للأسف صار لانا محمود طلع راح البحرين ورجع عندنا في نفس الفترة يقول لك القانون ما يسمح ان يتسجل في ناديين مختلفين فلازم نروح للفترة الثانية ورجع عندنا عشان يكملوا اياه بس يقدر يرجع محرق هالموسم يقدر يرجع محرق ايه حاليا هو مسجل عندي في كشوفاتنا الحين يرجع عندنا لان القانون يقول لك لازم لو طالع من البحرين رايح النجمة دايركت يصر حر احين هو يقدر يلعب مبارات مثلا ليايا ضد الحالة اعتقد ايه شنة بس اذا لعبت ما يقدر لعب مع الناجم ماذا لتو احمد جان ايه يمكنك المدرر البديد يا بي محمود مبتان طرون اه لا عب بي محمود يلعب اكثر لان بعد حتى لو مدربية فيه في وايض لاعبين في وايض لاعبين ما بي انا محمود يلعب بي سبع دقائق ثمان دقائق محمود ابي يلعب لأقل شيء 20 دقيقة 25 دقيقة عشان يسنة ليايا يعطيني 15 وال20 دقيقة في مباريات قوية ومباريات حساسة يعني اليوم محمد جيد يقول ان محمود الموسم الياي بيكون موجود في الفريق اكيد وبيلعب محمود والكعبي ايه ما بروحوني عارة لا هذي مشروعنا كان نفس ما سويناه مع باقر ودينا البحرين ورجعنا هذلين ثنات من السلطريقة هذلين كانوا عندي نجوم لعام اول تلعام في فريق الشباب يعني بي مطولات دي ما مستحيل ان افرض فيهم هذلين مجرد يروحون ياخذون خبرة يستفيدون لانديه الثانية واللعبين هم يستفيدوني ورجعوني عندي مرة ثانية واروح حق اول معوسم لك كمدير فريق جي صاربت السلفي السلفي صار بالغلط يعني انت كنت تقول مساعدة اصلاف معك انا ما احب الشو اي بالغلط صار بس شو والله العظيم بالغلط صار تون ساعات هذي اللي واحد مثلا يسوي حركة وينتشر فيديو والله بالغلط بالغلط بنو ما هو يدري هل لهم بالغلط يعني صورة عادية كانت اي والله العظيم كانت صورة عادية مره اول واحد من كان اول واحد اعتقد ايال كويد اي اول اثنين اي واحمر عايز بعد ساوا شو اعتقد اي وعقب ديش حسين شاكر وبعلاي وذي وصارت صارت اللغطة اي هاللون ان كل ما نصق ديال يالله سلفي يالله سلفي هاللون بالغلط صارت الحركة يعني مون احنا قاعدين يودوها عليك وين نهاية الموسم اي يودوها هذي الرياضة كل واحد صارت على الثاني فشاركم في ذي الموسم هل كان بسبب الاختيارات التي اخترتوها ولا في سبب ثاني سبعين بالمئة الاختيارات مين اختار كلنا مع بعض انتوا من انا وشيخ عبد الرحمن وشيخ دعين ثلاثاتنا كنا اي كنا نتفق على كل لعب يعني اي كنا نتفق على كل لعب هل كان الموضوع ان احنا بس عمش خريب نجوم يعني هو البلان ما كان تذي بس للاسف صار تذي البلان كان ان احنا بنسوي طريق قوي وزين وبني بالمدرب اذكر المدرب الاسباني اللي بناء قبل الله قبل الله يوقع تكلمت معه في التليفون تقريبا 35 دقيقة تكلمت معه وقيت له كوتش ترى عندنا مجموعة لاعبي كلهم نجوم تقدر تقيدهم قال لي هادي او اقدر تقيد وكان قادر وكان قادر وكان قادر قال نفوز فاز كل المباريات خسر مباراة واحدة ليش قلت لك انا سبعين بالمية كانت يعني الفشل سبعين بالمية كان يمكن تركيبة ثلاثين بالمية شيلة الونار حسنا لماذا تم مدرب صار قلق في الفريق تعرف هاي مدرب استفات منه وائد تحسف انك شلته اي صراحة تحسفت وقلت قلت تحسفت يعني تحسفت وانك شخصا وغلاطنا اعتقد في شيء شوف انا انا ويد حاب ان انت قاعد تعترف بمانه انه اول سنة تكون فيها مدير الفريق وطبيعية واحد يغلاط انا كل من يغلاط مين مو يغلط ما في واحد ترى كامل كل واحد يغلط زيان عندي سؤال مم ما شرت عشان محمد الكويد لا 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 بس لا حتى يا بيت المدرب الثاني ما كان ما كان مسلم محمد الكويد طلاحة شوائد لا 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 محمد الكويد كان كان الدقايقية معدودة EVER بس نفس ما قلت الفريق كلماشي القلق اللي صار محمد الكويد سبب القلق هاللي وصلني انا شوف المو كان سبب القلق صون الفريق كامل الفريق كامل كل الل knock كل الل pouch потер كل الم مو مرتاحين كلهم كان مو مرتاحين كل المتباش صلاح انا كان ايوزع الدقايق وكان يعني تعرف اللاعبين المحرنين يبي يقال في ملعب سبعين دقيقي وهي هذه نظرة غلط أنت يوم حين هوايدة أوقات تصير حين اللاعب لما تخليه وقت طويل في الملعب وهو ما قاعد يأدي ولا شي أنت غلطان اللاعب يطلع بصورة مبزينة المنظورة كلها يعني التشكيلة كلها تعتفس فالمدرب يومية وللأسف أنا سويت هاي الشي لأنا كانت أول سنة لي وما كنت أعرف صجب ما كنت أعرف المدرب أعرف يوظفهم وظفهم زين ترى بدر كان يومي صح بدر ما كان أساسي كان يجيوا العبزين ومحمد الكوائد ما أقول لك العبزين يطلعوا بمستوى عادي لأن محمد الكوائد يمكن كان متعودنا أنا يويد الكورة وأعلجها وأسوي وذي هذا المدرب ما كان عنده شي كان عنده في نظام في خطط في أدوار فالكل صار قلق الكل مو مرتاح كان في واحد أرد ذكره بالخير ربا يبس ما كان يقول لي يقول لي يقول لي أن ديش التمرين كنت لقعني على عصابنا تشينا فأي لحظة بصر هوشي حين وأقول لك ليش استفت منه هاي المدرب أذكر أول ما وصل لبحرين دعش قال لي قلت لك كونش أحس الفريق اللاعبين كلها سترس ولون وكلها معصبين دي قال لي بخلي الفريق طول السنة جدي قلت ليش يقول لي طول ما اللاعب مو مرتاح يلعب زي إذا اللاعب يرتاح اللاعب يرتاح يشوي مشاكل الفريق صح ولا غلا أيو والله الحظ صار جدي كنا ماشين زينين كنا ماشين زينين ويا تسر مباراة وحلي بالغالات ماني شون كانت والبنامع أيه تكنيكل كنا قلبيه فارق نقطة فاصل بريق هلو اللاعب شغال وفغير مدرب ما يتح اتشذي ما لحز طاف الحكم عليه قال لي فاول طيب عطوه تكنيكل ياه ها 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 ما كي عشرين ثانية فارق نقطة تعطوه تكنيكل فاول عطوه مباراة عقل مناوبة ايه عطوه مباراة واللوعدين عطوه مباراة هاي المباراة الوحيدة لخسار لك وللأسف اليوم اليوم ان الفريق كان استرس انت قاعد تقول ايه مو هايش تقولكم كايدارة اليوم حاولنا حاولنا نهدئ الأمور نسولف مع فلان مع دي ونقعد اجتماعات ونقعد دي صارت العلاقة شي مهزوزة بين اللاعبين ومدار وايد صارت مهزوزة يعني كلهم شي مطنقرين عليه وهو لم نفتكر كونه والله لا عظيم ولم نفتكر فيهم يروح ويوذي ويدارب يسوي شغلة يامشي ونسبوك لك النتائج كونت زينة للأسف قلتك هاي الغلطة سويناها شيلتك كانت غلطة راجع نزينة راجع راجع شو اسمع يمكن هاي مقرأت نتيجة ان الفريق كان مدلع زيادة عن اللزوم في ذلك الوقت يعني احنا شفنا ما شاء الله فيه شغل هاي ترى انتو تشكرون عليه بس انا سمعت الكرام من وايد ناصب ان الفريق لما يدلع زيادة عن اللزوم يعني يصير شنا للأسف يمو الكل كنتوا تسوون فعاليات حق الفريق روحات تبوت لطفون الجو كذا ما تقدرون للأسف في بعض اللاعبين يصيرهم شدي لما يدلل أكثر من اللزوم يصير ليزي بالعكس يعني انا كمحمد مجيد بالعكس واحد يدللني اثبت لان اللي سويته ترى ما بيروح الفاضي انت كثر ما تعطيني وانا بعطك اكثر كثير ما انت تسوي لي انا بسوي للأسف كان صار شوي شوي فات عيد ذا الحراكة لح استحيل ما في حتى اذا قاموا في هاترا ما ريش صار ما ري متى كان واحد من اللاعبين في اللوكال روم قال بونس قلت لالبونس اللي خذيت بطولة ما في شي اسمه بونس على المباراة خذ بطولة تحصل بطولة بس انت قلت ان انت ما شلت المدرب عشان محمد الكوين لا لا هذه الكلام غير صحي ايه غير صحي احنا ما شلت المدرب عشان لاعب واحد وضع الفريق ما كان عادي وصارت مشكلة بين محمد الكوين ومحمد باعلاي صح؟ للأسف صارت بس انا ما اكتشفتها ما كنت ادري عنها اكتشفتها عقب الموسم عقب الموسم سوين اندفجول ميتنكز مع اللاعبين تمينانو الشيخ عبد الرحمن النادي كله عبروح عنده في المكتب اكتشفنا هاي الشيء ان كان فيه خلاف ما اعرف شنو كان بالضبط بس يقولك كان فيه شيء بين محمد باعلاي ومحمد الكوين شنو كان هو الشيء شنو صار ما ادري بس نفس الوقت ما اعرفنا عقب الموسم اعرفنا حتى الشيخ قال قلنا قلنا له انو شيخ انه ما كنا نحس بها شيء ما قط سماعنا ما قط شيء بس يعني جايما كان يصير طرف بين اللاعبين هلون جدام الادارة ما اخر شيء اوكي صراحة قبل اروحك الموسمة الثانية محمد مجيد اليوم راضي عن شغله خليك عن المطلات انت اليوم كمدير فريق انت يعني قصر انا ليه قاعد اسع ليه قاعد احاول وليه قاعد اتعلم ليه قاعد اتعلم ترى ادارة الفريق ما ادري اذا احد يعتقد ان ادارة الفريق سهلة ترى كلش مسهل انا ذا كل يوم كنت اصالف مع كابتن جاثب كنت اقول له قابل يوم كنت العب اي افكر في روحي اي انا بألبس ازاك الله الجوتي بأتمرن علي ان انا ادي اداء زين وفريقي يفوز ونعمشي صح اليوم انا اي افكر في ثمانين لاعب يمكن من البراعم ليه فريق الاول كل لاعب لبس ولا ما لبس كل لاعب تمرن ولا ما تمرن كل لاعب حضار ولا ما حضار فيمكن الفئات شوي ما في ضغوطات كسر فريق الاول فريق الاول لاعبين كبار كل واحد عقليته كل واحد تفكيرك كل واحد مزاجه كل واحد طريقة التعامل وياه فالادارة الفريق موسى اوكي وناس ما قلت لك انا لحد الان لا امو راضي عن نفس محمد مجيد موجود في كل التمارين لا نقول يمكن سبعين بالمية ثمانين بالمية هل مفوض توجد في كل التمارين ولا ملازم لا موجود انا يعني بس اي شيء يصير انا اكون على تواصل ويا اداري الفريق يوسف الحداد ويا المدرب ويا اللاعبين بس خلنا اقولك ما قلت لك امية بالمية بس سبعين ثمانين بالمية انا موجود موجود يوميا اذا ما اكون مثلا ساعة يكون عندي شغل ولا شيء اروح انا نزلان تمرين لشبال ناشئين الشباب بداية تمرين فريق الاول اقوم امشي ساعات اي فيدة تمرين فريق الاول بس انا موجود في النادي تقريبا بشكل اليوم اذا تغيف تقتيب سيكليب ولا اي ايب سيكليب اعطي حداد بس كي الحداد بس يعطوني اوفرتايب علي اذا اروح النادي الصف بعد ما يعطوني اوفرتايب يعطوني اذا اروح ايب المحترس على ثلاث من المطار حاى 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 لا تذكر اسم اللاعب أو اسم النوادي أريد أن أجلس لعب صغير أقول لي 40 ألف 30 ألف من عندها 40 ألف أو 30 ألف أريد أن أقوم بعمل لعبين ثلاثة لا أقوم بعمل بالعكس أنا أريد أن أجدد الفريق أن يكون لعبين صغار لكن حتى الآن لا يوجد الوقت المناسب أعتقد جريب بي الوقت المناسب جريب 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 بي الوقت المناسب اللي بيكون في واي اللاعبين صغار وبالذات إذا كانوا اثنين محترفين حلو برجعي حك هالسؤال مع اللاعبين ما أسم اللي عقبة ما أسم حسين قهري صح؟ طبا فريق من أفضل ما يكون وصل نهائي وكان بقي ثلاث ثواني ويأخذ البطولة نعم أنا أتوقع أنت ما رأيش كتبت تسوي لو أخذت البطولة الله موك بس بس بايك أنا شو نصار ذي بس أنا اللي أنا عارفه وتعافني أنا وايت جريب من الشو راح سألوه الفريق كان طموحا يوصل السوداسي صح؟ نعم كانتو قعد قلون شرتو النجوم اللي عندكو فريقكم نعم 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 رحت فاينال وبقي ثلاث ثواني ويأخذ البطولة صح ولا لا؟ نعم ليش شلت حسين قهري عقب؟ ما شلت حسين قهري ما اتفقتو يا حسين قهري شو ما اتفقتو يا؟ ما اتفقنا عشان لا استعيل في الجواب أبارجع الموضوع عشان اتذكر شروط اربط بربط هل اختلفت معالا على اخر هجمة؟ لا لا نعم 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 راجعنا روحني عقب عقب ما خلص الموسم قعدنا أنا والشيخ قعدنا أنا والشيخ قعدنا نتناقش في بعض الأمور الفريق قدم عدل قدم وايد اداء زين وصلنا مرحلة وايد متقادمة بس كان في بعض النقاط على اداء الفريق كان في بعض كان في بعض النقاط انت حتى في الكاس غلبت المباراة واحد بدون محترف ثاني مع الفريق الصغير اللي كنت تتشوفه ما غلبت الفريق غلبت المناعمة ايه ايه غلب من المباراة واحدة تذكر محترف واحد لانا نتعاور محترفنا بس عقب ما خلصنا الموسم يعني هل كان كان عقب ما نخلص الموسم نرجع الموسم كامل نرجعه ونرد ندرسه مرة ثانية شونو صارت من أخطاء شونو صارت من اختيارات شو وايد أشي يعني الأخطاء الكبيرة قادت من المدرب كان فيه أشياء كان فيه أخطاء والمشكلة لما شوف أنا ما لأوم حسين قاهري بالعكس أنا علاقتي زينة وحسين قاهري وحسين قاهري قدم موسم زين بس ساعات لما الواحد يخطأ ويعترف بالخطأ ويصححها زين بس لما الواحد يخطأ ويستمر بالخطأ وما يصححها هذه هي مشكلة أحصل فيها شو الخطأ يصوي حسين قاهري؟ الآن كانت بحاجة فنية اي اي فنية كان فيه أخطاء فنية شلون يعني؟ كان فيه أخطاء فنية نابس ما ذاك اليوم كابتن جاسم قاعد يقول لي قال لي السألة سهلة تعالى واحد زاد واحد يساوي اثنين مو بواحد زاد واحد يساوي سابعة اي فكان فيه بعض الأوقات بعد حسين قاهري لا يفهمني غلط ولا يـ لا بالعكس كان موسم ناجح حق حسين قاهري كان فيه أخطاء بس حسين قاهريم يقول لا هاي مو أخطأ هذي مو أخطأ يعني أنا كان عندي بعض المباريات شو اسمه المحترف الثاني ذكرني باسمه اللي ابناه من قطر مونرو سامي مونرو دوين جاكسون صح سامي مونرو دوين جاكسون لعبون 1-2-3 كان في بعض الأوقات نخسر احنا مبارا ولا شي كنا نلعب زون وفي الزون يوقفون وارا سامي مونرو دوين جاكسون كانوا أحمد نجف ومحمد أمير ينتفونهم ريباون صح يمكن حسين قاهري كانت لا ناظرة أنا ما أدخل في شوك الله ولا يمكن كانت ناظرة لو ناجح في الخطة كان محمد يدي يصلك حائل جاو ما بيتحكي نجحت فيها هاي في الكاسة في الدوري ما أتذكر لا الكاسة احنا ما رحنا فاينال الدوري رحنا فاينال دوري فكان في بعض النقاط كنا نتناقش فيها مع عسين قاهري ما كان يقولي لا يقدروا يلعبون ثري فور فايف بس هما ليزي لاعب تو ثري لاعبين وان تو ثري أنا ما أقدر اليوم أقول حق علي ربيعة روح شي الكورة كل واحد لا بوزيشن مال في بعض اللاعبين مميزين يلعب تو ثري في لاعبين ما يقدرون بس محمد أنا أحمقك شعلا أنا لم أتكلمك شئ لات حسين قاهري بسببتها اللعبة هذه شي من الأشياء اللي حسين قاهري يعني ما كان راضي إنه يسويها يعني مو يسويها إنه يقتنع منها ولا شي الزين كل مدرب في أخطاء في أشياء إيجابية في إيجابيات في سلبيات أكيد أكيد بس اللي شفناه في حسين قاهري يمكن هذه الخطأ يمكن وارد أي وأنا أشوف أن هذه الخطأ يمكن في وقت من ربين يعني أدهم طريقة ثانية تكون نفس الخطأ بس نشفناه مع حسين قاهري إن الفريق في لاعبين كان مالهم يعني محترام منهم ما كان لهم اسم ما كان لهم شي هم يؤدون يعني اليوم البنش كله أي لاعب كان يدش كان متحمس كان يلعب يفوز من أول لعب كان في روح في الفريق كان في روح في الفريق ما حسين يعني أنت تقصد أن حسين ياب الروح ما إحنا شفناه الموسم الوحيد اللي شفناه ما حالي ترى ترى اللاعب المحرق ينزرع تنزرع فيه الروح 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 اللاعبين هم أيبونه فمع بس الروح ما أداء هشوف الملعب إيه أداء أداء وتلعوية إلا مع حسين أنا ما أهضم حق حسين إحنا نحن واتطرقنا في موضوع حسين حسين قدم موسم زين بس عقب في بعض الأشياء في بعض القرارات إحسين أوكي أنا أغلط وأعدل أغلط وأصحح أغلط وأراجع روحي إحسين كان فيه ناظر كان هو عقليته إحسين هاللون اللي أنا أسوي الصح ومستحيل أنا أكون غلط ما يتناقش فياكم يتناقش ولكن ما كان يعجب النقاش ما كان يعجب النقاش عندنا هو لا اللي أنا أسوي صح وبيمشي الصح ونت تبعين أنه يسمعك؟ لا ما بيسمعني بيصح 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 يمكن أنا كلامي غلط بعد بس إنت لما أنا أحيان أشوف نفس ما قدلك على نقطة لما أنا أشوف اللاعبين أنت قاعد لعابت سامي مونرود وين جاكسون في موزشن موزشنهم وفشلوا 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 وقلنا قلت管ك كابتن تركيب غلط لا مو غلط اللاعب هو كل لايزي انت تشوف انهم مفشلو ماذا ؟ انت تشوف انهم مفشلو انت تشوف انهم مفشلو سالي مون رود وين؟ ايه ايه شون مفشلو و هو خاصان اخر ثلاث ثواني هي فاشل يعتبر انا اتكلم لك عن الخطة اللي شواها فشلت الخطة الخطة اللي اتكلم عنها حين انا قاعد اتكلم عن الموقف واحد ايه ايه بس القطة هذي يا محمد يعني فوزتك يمباراة وثاني كنت جريب منها فعمق يا صديد؟ فوزت مباراة والثانية كنت جريب منها بس ال... البوينت اللي أقولك عنا حين الموضوع ساني مروه هاي وقت حاجة عن مواقف واحد في واي مواقف مع حسين قاهري عنده أنا بساوي وهي اللي بيعمشي أنا بساوي وهذي اللي بيعمشي إذا بصلك سؤال جيم وان فاستهل أن الخطة اللي مشيت عليها كفني صح ولا أنا اشدهاد شخصي من حسين شوكر تتكلم عن المباراة اللي صار فيها 2-3 بوينت آخر واحد من حسين شوكر و3-3 بوينت كانت يعني ما عفشو نشاطيهم ايه اللي سوفيك شذير ما تلشاط يعني لا انت ما وسط لي هالوقت واللاعب سأجل أكيد انت فنيا كنزين فنيا كنزين ايه بلاس ايه اشتهاد لاعبين بعد تشوف اي مدرب في الدنيا اي مدرب في الدنيا انا انا اليوم انا ما قد دربت تيذجي عني على البنش اللاعبين يشتهدون وافوز وقولون محمد جيد زين اللاعبين ما يشتهدون يقول لكم محمد جيد مبزين ففيه لمسات فنية يسويها المدرب وفيه اشتهد من اللاعبين احسين قاهري كان موسمة ناجح بس عقب ما خلصنا الموسم راجعنا وايد امور احسين قاهري يعني كنا متوقعين اذا احنا كادارة شفنا لو مواصل احسين قاهري بيمشي على نفس الشي يبي يسوي نفس الاداء يبي يطبق نفس الامور ما بتايمشي له لان احنا فشلنا فيها فشلنا لا تقول لي رحت فارق النقطة موسم ناجح احنا عمرنا ما كان هدافنا الثاني اوكي ذاك الموسم ييننا السداسي اوكي الواحد الانسان طموح لش كان هدافي السداسي لش هيد السداسي الفريق تعدل الفريق صار فيه كونفيدنس لو عمين خذوثقة خلص نبين طالعين للفاينال فانت طول معان طلعت الثاني ولا الاخير واحد الثاني ولا الاخير واحد اخر سؤال عشان نصيك ملف حسين قهاري ايه 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 ليه اليوم تقول صح قرارك ان انت شلت ولا ولا ادمان انك شلت حسين قهاري صح شلت ولا ادمان لا لا ادمان لا امون ادمان صح يعني ايه ترى العلم ترى كلمناه قبل شبنيون حق يرجع بس هو ما ارتبط لنا بس رفا يعني ما فنيا زين ريال بس عنده هذي النقاط احنا بالعامية نزميها في نحاسة شوي في نحاسة وفي امور لا هذه بتعمشي بتعمشي الحلو الواحد يكون مرن ما اقولك اسمع كلامي لا 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 تسمع كلامي انا لو ابيع عبيه المدرب يسمع كلامي كان انا سويت نفس الحركة اللي قلت لكم ساعة باتم على راس المدرب طول مباراة دخل ديه طلق ديه سوتي لا لا ما ابي هلون بس الواحد ايك المباراة يصالح 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 عشان يوصل حق النتيجة اللي هو يبيه ازا نشرب ماي اوكي برا عاتشا بي لا لا لك شسمة استنيت فدي ايه بالعكس انا يعني اعجب لك تستير ايه 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 ييت في الموسم اللي عقبة معت رومان ايه حلو بعد كنت ماشي صح ايه شلتت رومان شلتت رومان في اخر مباراة ايه هو قدم استقالته يعني قرار جري اه قدم استقالته في ثاني مباراة منه من نفسه انت مقت بتشيله لا انا اطلع الكلام انه لا 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 ركبت السيارة عقبو المباراة تصريح دين هذي ايه والله عظيم ركبت السيارة عقبو المباراة صالي وانا في البركات ما صالي قال لي مجد يعني ايه ايه والله قلت لي ليش كونه صار قل لي اللي صادني حين مع الجمهور وانا طالع من الصالة ما بقدر ايه اوقف على الخط المباراة لأيه قلت ليش شونه صار قال لي والجمهور تهجم عليه وذيه وقطوا عليه الكلام فأنا ما اعتقد اقدر ادرب من مورالي قلت لي مادري كونه انطر بس ما يصر نتحنك الامنين هاللون وانا بقول لك اوكي خلنا واشوف رئيس الجهاز وارجع نتناقش وياك قعدنا احنا وذي قررنا ان ان شاء الله همه هو مقادر وهم الطريقة اللي خسارنا فيها قيمتو والد كمنا تكريه يتحملها هو ولا يتحملونا اللاعبين رايي اللاعبين اللاعبين باقي ديجية ونص مدرب شو يسوي لك باقي ديجية ونص على المباراة ظالم 11 نقطة شو دخل المدرب في الموضوع المدرب خد تايموت قال لكم اللاعب بواسط حق بعض طلعوا الكورة شو دخل المدرب عندي سؤال انت كنت موجود على الدكة وقعدت اسمع المدرب الهجمة الوقت الأخير هل كانت الكورة حق حسين سلمان ولا حق دوين لا كان حسين سلمان اذكر ووتنا بواقر كانوا يوف المالأب ما ذكر ما ذكر مين كان بس كانوا القاردية اللي شالوا الكورة مذكروا ذلك الوقت حسين سلمان وبواقر كانوا وكان شاباز موجود في النص ودوين جاكسون وبيدر موجود مالأب دقيقة ونص مغلوب غالب 11 نقطة مدرب ما بيفاوزك ولا بيخافك ولا شيء باقي دقيقة ونص غالب 11 نقطة شو دخل المدرب لما هو المدرب سوى اللي علي صار ترنومر واحد من اثنين خدتها يموت نفس قال لهم يا جماعة ما اقفوا ينبعض طلعوا الكورة ببساطة صادم ومركب واخرها ما اخذ لوكم المحترفين في ذي الوقت ما دافع عن باقر وحسين سلمان لا 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 انا ما دافعت عن المدرب ولا انا ما لهم احد انا اقولك الواقع الواقع باقي دقيقة ونص مغلوب فرقي 11 نقطة المدرب ما لا شغل لو فريق انبي اي ولا فريق دور المحريني ولا فريق اي مكان في العالم سلة في العالم كلها غالبان 11 نقطة باقي دقيقة ونص المدرب تعرف في حالة واحد يساوي المدرب يديش داخل مالعب يتفل على الحكام يأخذ تكنيكة يساوي شي معينون يعني المدرب واقف على الخط خط تايموت وش راح لهم يا جماعة واحد هنا واحد هنا واحد هنا يو قالوا حق المنام خاكم الكورة خاكم الكورة خاكم الكورة غلبونا ونامش هاي اللي صار المدرب ما قال اشغل خاكم الكورة مدرب ما قال اشغل في الخسارة هذين احوائية اوكي بس الفرق كان قنا نقول اليوم على قوة المنامه والرتم العالي اللي كان موجود خاصة المنامه كان عاب واصل وكان قاعد ارتفع الرتم عنده بشكل مطبيعي ما حسيت لا ان اشغلك كزين في الموسم كان انت قاعد جالي المنامه شوف انت مساعة سؤالتني سؤال قلت لي هاي الراضي عن روحك قلت لك لا انا نفس ما قلت لك يمكن هذي طابع شخصي او طابع ان زرع فيني فناني المحرك انا دائما عيني على الاول انا عيني على البطولة انا انا اعتقد يعني انا في تفكيري نجاحي المركز الاول هذه نجاحي يعني طول ما انا ما اخذ بطولة لا تعتقد ان بها مجين راضي عن روحك انا برضا عن روحي يوم اللي باخذ بطولة منامه قوي الاهلي قوي عندنا منافسين المحرق ما يقعد يقدم اعداء زين هذي كل كلام يدور في الساحة السلوية بس محمد مجيد نجاحة ولا نجاح ادارة سلة المحرق البطولة ايه اخر سؤالين في ملف ترومان ايه ايه اه 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 امبراطر كاص كانت لك وراحت وسبت ان الملعب قرب عليك ام انت ضيعته نهاي الكاص نهاي الكاص معت روامان معت روامان الاثنين يمكن انا ضيعته صاروا لعبتين يعني انا ما ادري صجل زلقاء وذلين ام بس اشتك ان حرف الملعب اخي مبعذر جمهور منامه لا اعتقد ان انا قاد اتعذر لا اللي يبين يفوز يفوز لو اخلك على بس اعتقد ان الملعب ما يساعدك بعد هاي مشكلة عامل هاك ليه قبل الشام من شهر كنت اقول انا الملعب زين شفت لاغطة على انستجرام قبل الماري قبلش كفر دوين جاكسون يزلك بنفس الطريقة في امريكا ماري في اي دوري بنفس الطريقة وبنفس الجوتي اي شاكلي خسارة البطولة بسبب جوتي دوين جاكسون بس اليوم الكرة تتسالة احنا نعرف يعني لو الكورة شوي بعد مبناش يعني بعد اثر عليك لا الزالقة الزالقتين اللي صاروا دوين جاكسون وحسين سلمان اللي هم تعثير لان زالقة دوين اي فيها لاياب اعتقد وزالقة حسين سلمان ثري بوين وكنا غالبين وكنا يعني لو الملعب مبحار لو الاي سي شغال انا واي الشي قال الله يذكره بالخير احمد جان لو الاي سي شغال مو اناقلم فرح التصريح ويعقب يفتح سؤال يفتح احمد جان انا متوفر وهو كان ولا اختيار صعب مية بالمية متوفر وزائدا شوف احنا ما بنشقح ما بنشقح المواضيع بس احمد جان يهب بطولات وعلى اهل ما احد يقدر ينكر هالشي احمد جان يهب بطولات وعارف الدورة وذي ويطلع في التعليل يقول كلام يقول كلام زين مبارا واحد اكون او لا اكون مبارا واحد كان في احمد وافر غيره والافضل ان كان ان تيب احمد جان مبارا واحد سؤال يايب احمد جان كلنا نعرف وانا من الناس طلعت في الفيديو اتكلم واقول ان حاليا هو المدرب الافضل بحكم انه هو المدرب الوحيد للبحرين يحقق بطولات واضح ونجاح مع الاهلي ولكن انت يا متيبة ما تدري ان خلنا نقول هو في تصريحاته او يام علامي وحبه نهاء الجو صراحة وقان يستفز لاعبين المنامة في تصريحاته يوم يدرب الاهلي تقصد؟ يوم يدرب الاهلي يوم هو في الستيديو ما خفت ان لاعبين المنامة او الجهاز في المنامة الفني لا يستقون ما فكرت ذي الموضوع نهائيا طبيعي بصير هاي الشي لما انا اشوف المنافس مالي يبقى حدا انا علاقتي مزينوية ولا علاقتي اه يعني اذا بيب لي واحد ينرفزني اكيد بصير قوي طبيعي بص هاي الموجود كان هاي اللي كان موجود ومتوفر ذا كل الوقت وحل سريع الحل السريع كان ايب احمد جان ما كان فيه اي بديل ثاني ما اعتقد احد كان بيرض اصلا نتيبة جيم ثري مغلوب تو زيرو يقول مبارا مين ترى مينوني اول صراحة جراء اول مغلوب تو زيرو ضد المنامة مين بي يقول لك جيم ثري فا الوحيد يمكن كان جريء انه يقدر ياخذ هاي المهمة هو احمد جان حلو موسم احمد جان كامل موسم احمد جان كامل مع محرك انا مالي اخر اخر مبارتين انت حتى عن هالسنة خلاص موسم احمد جان كامل انت يعني بدون اخر ثلاث مباريات خلنا يقول تشوفها زين موسم اخر مبارات اخر اتحاد منامة يخسر فيهم المنامة كان قبل البحرين بسنة بقي سنة انت شيل الويدرات الاتحاد شيل الويدرات الاتحاد انت شو شغل اكان زين انا انا ستتكلم اصول في احد فني بدون ذكر اسمه رواني شغله رواني انه من اول بن مسك احمد جان الفريق من مباراته منامة جام 3 لاخر مباراة لعب مباراة واحدة بس فنية غيرها ويقول لي ورواني بالاحصائيات انا ما افهم لا شفنا خطة دفاعية ولا شفنا خطة هجومية رقم واحد رقم اثنين ايه وهاي انا شفته يمكن وبعد ما اعرف يمكن فيه اذا كانت اطالع ان في كل مباراة يلعبها اللاعب اللي يسجل ويفرق او حتى يصنع فارق في الملعب يسحبه هاي صح الكلام ولا شوف تبعضك تفاصيل يعني ايه اقدر احتك احمد جان كلام اللي قلته عادل مباراة الهل السعودي قدمنا اداء وايد زين لعبنا يعني شوف هنا يقول لك لما يقول لك الفريق يتكون من مدرب ولاعبين وإدارة يكون شغل مبارع الملعب في الملعب مدرب ولاعبين مدرب يحط الخطة ايون اللاعبين يفشلونها ينجحونها مباراة الهل السعودي انت حت عن هاي المباراة لانه هي الوحيدة ونقص محترفين ونقص محترفين والشوت الأول والثاني تاير 24 نقاطه واحنا الثالث الرابع فرقنا ويوّدنا الليد لأخر مبارا خطة احمدجان كانت ناجحة بس اللي نجحها أكثر أداء اللاعبين أداء اللاعبين هو اللي نجح خطة احمدجان لأن وظفهم صح وظفهم صح ولا لأن المحترفين لما كانوا يلعبون في الملعب كانوا يأخذون او شونات اللاعبين باقيين اتعام شي صير ساعات عندنا احنا وظف اللاعبين صح اللاعبين سواوا أدوارهم صح نزيل واجتهدوا وهم اجتهدوا يعني شالوا المسؤولية اللاعبين يعني شوف لانا عطيتها الراحة يمكن هو المجارب عطها الراحة في ذي الجيم يمكن ايه يمكن كم بستم في الملعب واي تجلى 18 نقطة بدل تجلى 22 نقطة علي جعفون تجلى عشر نقاط ومدافع مباراة خرافية دفاعيا علي شكر الله لأفس الشي فيمكن لأن كان فيه سبيس واحد محترف مو موجود داشل البحريني وخذ وقته وأد وطلعنا بهالصورة بس أنا أقول لك العصر الرئيسي والأساسي البوينت المين بوينت أداء اللاعبين روح اللاعبين اوكي يمكن فيه أخطاء أنا أتكلم لك حين سبب نجاح مباراة له للسعودي سبب نجاح مباراة له للسعودي روح اللاعبين روح اللاعبين لو ترجع تعرف ليش أقول لك أنا روح اللاعبين لما أنا ييني لاعب علي جعفر مسوي في ريلا خمس عمليات رباط صليبي ينطاف من اللاعب اللاعب السعودي يطوفه علي جعفر يلتفت يصم بلوك خيالي 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 هذه الروح هذه الأداء إحني اللاعب يبين لك أنه أنا يا أفوز أو أفوز بس علي جعفر بمداية الموسمين العبزين شلون؟ علي جعفر بمداية الموسمين العبزين لأنه اللاعب الوحيد اللي حصل دقائق وخلنا نقول فيه فيه اهتمام من المدرب هاي كان واضح ترى مجيد شلون شلون؟ كان فيه اهتمام من أحمد جانب فيه علي جعفر لا علي جعفر يديش المالعب يؤدي دفوعيا علي جعفر مبارات سوبر يود مصطفى صغر منه مصطفى خمس عشر سنة ما ينجر يود مصطفى ما أقول لك يعني علي جعفر خلاص هو الوحيد اللي يقدر يود مصطفى روح علي جعفر يودت مصطفى مصطفى ما أنفلت مبارات سوبر لآخر شي ترى بس الإحصائية تقول في ثلاث سنوات أو كان نقول في السنتين لخيرتين مصطفى كم مع أحد أنت المبارات اللي كنت تلعب فيها مع المنامة كنت تصدق على مصطفى مو بس علي جعفر أرجح للإحصائيات المبارات وايد مباريات طلع مصطفى سيئ مع محباي في موجود لا والله العظيم أنا ما قد شفت مصطفى ضدنا إحنا يشاير ما رأي أي مبارات من السيريس اللي عام هذي ما عن ذكر أي مبارات مصطفى يخيط وبيطف المعلاقة خلنا نقول تخليه ما يشوت على روحة وذي وين مباريات أنت سكيت على مصطفى؟ بالطريقة اللي سأنسك عليها في السوبر؟ لا أنا ما قعد حتشولك حدي أنا قعد حتشولك في كذا مباراة طلع الإحصائيات فيه؟ أنا مستعد نطقي بريك حين طلع الإحصائيات طلع الإحصائيات إن مصطفى يقدم هاي الأداء مباراة ضد محرك فيه؟ يمكن أول مباراة لعبها ضدنا أو ثماني مباراة أذكر مرة المعلاقة بزين عقبهم مصطفى كله يعني كم يسجل عليك كون؟ مصطفى مصطفى كم يسجع لك؟ يسجل 25 نقطة كل مباراة يسجل 25 نقطة على المحرك نرجع لحصائيات عقب برده يسجلي يسجل لا فيه مباريات تسجل بس فيه مباريات بعد أنت سكيت عليه لكن نشوف يعني صج كان يفوز المناول لأنه تقعد يعني كخطة على موستي أكثر إيه وبقي يفضون وطبيعي هاي الشيء بأنه هو النجم الأول حاليا إيه بس فيه مباريات فيه مهم لعبين بعد يعني ما أنا شوف ما أحظم لا تفهمني أو علي جعفر بالعكس أنا لا تفهمني أن أنا حين قاعد أداف عن علي جعفر ولا أنا أقول لك ما أحد كفو يوم مصطفى غير علي جعفر لا علي جعفر ترى ما يقدر شري له علي جعفر ما يقدر شري له أبطأ لعب الفريق اليوم يمكن إيه بس علي جعفر يلعب بروح اليوم في الفريق لا أحد يلعب فيها إلا هو علي شكر الله هل أنا حصر دقائق أكثر؟ وين دقائق أكثر؟ ريال ودعي العب كامل؟ 15 رقية، 13 رقية، أي دقائق أكثر؟ علي جعفر قاعدة 6 أو 7 رقية، إذا تبديل الثالث أو الرابع صغير وين علي جعفر قاعدة دقائق أكثر؟ أكثر من قبل قايل العب؟ هل موسم لعب أكثر من الموسم القابلية؟ وين؟ الموسم القابل؟ هل أنت تقارن أن علي جعفر موسم يطاف؟ يلعب كثير هل موسم؟ علي جعفر موسم طف، كان لاب أساسي لا، مو بها الطريقة؟ بدأ أساسي علي جعفر مع تورمان أي؟ كم مبارا لعب أساسي؟ أي، لعب أساسي، لي؟ تعرف متاع، علي جعفر قالوا المنت اسموال مع تورمان، يوم صارثين محترفين لا لا، علي جعفر كان حتى حتى الشيخ يقول لي، يقول لي، هذي إحنا يبين يكمل، مدرب قاعد يعتمد عليه، ما يقدر الزين اليوم الثين محترفين بداية الموسم؟ أي؟ يديش علي جعفر يقدم أدوار ويمشي أنا هذا أنا مقياساً على شا اسمه؟ مقياساً على محترفين اثنين، في موسم يطاف وذي الموسم، الموسم يطاف وقا يلعب لأن في محترفين اثنين، أنت قلتها الحين، والموسم فا يلعب؟ حين قاعد يديش يسوي أدوار 12 رقيقة، 13 رقيقة ويطلع، يسوي أدوار دفاعياً وحتى آخر مباراة شبناها مع الاتحاد، بعد سوي أدوار دفاعياً وسجال ليسا من الثريبوند ايه، فدفاعياً اليوم، علي جعفر، علي شكر الله، اثنين واثم ذلك، ما حد قاعد يلعب نفسهم ولا حد قاعد يلعب بالروح اللي هم قاعد يلعبون فيه يعني تفكرون؟ مع اخترامي حد كل اللعب، الحدي سأل ربعنا، الروح اللي في علي جعفر، علي شكر الله، ما حد عنده اليوم وهم اللي يابو، هما كانوا الكي يوم غلبنا حد السعودي زينا، الإمبارات المنامة، بايدرنا مسجل، أنا خيرة، بايدرنا مسجل لك ثمان من ثمان، مانعتم مقاعب بروح؟ لا، إذا أنت لعب مثل بدر، قاعد تجيلك ثمان من ثمان، وما تفوز، هاي شون معناته؟ وما أفوز؟ ايه؟ معناته ما أضع يدافع أنا هذا، وين بقى اللاعبين، وين اللاعبين اللي، والدفاع، تقعد تكلم عن علي شكر الله اللي انت قلت أنه هو يلعب بروح، وعلي جعفر، وين الدفاعيين؟ أنا قاعد تكلم عنه، فهذا في لعبين غير، عندهم روح ترى في ملعب خمسة، من بثنين بس أنت قلت، لاعبين اثنين اللي عندهم روح؟ لاعبين اثنين يلعبون دفاع بروح وحين أنت يعني، خنا نقول، ما معنا، هضمت حق مثلا، كابتن الفريق مثل بدر؟ لا، أنا ما هضمت، بدر ملعب دفاعي، بدر ملعب دفاعي، بدر ملعب دفاعي كروح، قاعدت كلام دفاع وهجوم، كروح؟ لا، في الهجوم كروح، هاتنا عطني في أفضل عب روح في الهجوم، بس أنت اليوم تحتاج عشان تفوز تلعب بروح دفاعيا وهجوميا الموارات الأهلي السعودي لو بتلاحظ، حتى بدر دفاع فالروح اللي دخلوها علي شكرا الله وعلي جعفر في باريرو كيمبس، بسببهم مهمة شوفوا دليل اثنين شوفوا دليل قاعد يدافعون دفاعين على روحهم، يبون يفوزون، تبون لعبوا بقوة فأنت اليوم فريق محرق، رابعنا، تبون تفوزون، لعبوا دفاع وهجوم بروح تدوا بحوه الملعب، عشان نقدر نغلب بنقعد نلعب هاللون شديع على الساعة، والحين بنغلب احنا المحرق، ولا حين بتين مورة، ما بنغلب يعني حين انت تتحمل مسؤولية ان انت وصلت اليوم ان انت حتى السوداسي احتمال ما تتأهل؟ ايه؟ سببا لاعبين؟ لاعبين ومدرب اوكي لاعبين وحتى المدرب، يمكن المدرب هو سوف اللعبين شديد؟ يمكن بحد، ايه يمكن، من شديد احنا نشيل نار، عشان نشوف العدواء اللعبين بيتغير ولا لا؟ انا بسكسؤال، احسين قاهرك كن يلعب سيستم؟ ايه كان عنده سيستم؟ ترومان كن يلعب سيستم؟ اي 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 اعمد جان شين يلعب؟ اخراطا هكذا ما عول ترى اخراطا ا podia اقام بالد tang احني احنا نحن نحرف احنا نحن عارف أحمد جوني مدرب الأهلي في ذيتي الفاترة في عز ميثم وعز هشام وعز بعض ما كيلعب سيستم ما كان يهي؟ أنا هنا أقوم بأسلك كان يعتمد على مهارة اللاعبين أيوة، لكن عندنا لاعبين متخصصين دفوع وهجوم أيه؟ اليوم أنت فريقك موسمين من أنت إيت خنا نقول قاعد تلعب كسيستم أيًا إيت إيت عتق هذا لم يلعب سيستم بس ما كانت مكتشف لهذا الدرجة أنه ليس لديك سيستم أسأل هنا أقوم بأسلك اليوم يمكن اللاعب يلعب على موسمين كسيستم هم تعود اليوم انت تقولي عطني حريتي شوي هاي لك بطا تصير فانا ما قاعد اقولك مين يقول عطني حريتي؟ اليوم مدرب لما يقول حق اللاعبين اخذوا حرياتكم ايه؟ هو سوا هالنوم؟ لا مو قال لك اخذوا حرياتكم ما حط سيهم سيستم ايش كونه كانت القطة؟ ما كان في قطة؟ تبا قايك انا شونك تشوف؟ اخر مرة لا انا عبقت طول موسم؟ ايه شونك تشوف انا؟ ايه يعني اقول صح حق انا غلطان قول وارجع قول انا ما فهم ترى يعني انا شفت الخطة الوحيدة في المباراة كلها عطوا الكورة حق تايلور هذي كان معظم الوقت الباقي ما لهم شي ايه معظم الوقت كان شذي معظم الوقت كان شذي وعاد لكلامك انا شوف ناس ما قلت لك احمد جان وايد احبه وشلت والله علي ما كان اخاطره اشيلي ما كان اخاطك شيره بحق؟ لا عاطفيا عاطفيا بس لا انا اليوم اشيل عاطفا خليها على صوب فنيا انت حدش هذي فريق وهي مسئولية لازم ما اختار الصح فا احمد جان ما نجح ما حط سيستيم ما حط خطرط ما حط شي زلش نطرت لمباراة مفصلية مثل الاتحاد وانت قعد تشوف الفريق كل ما لقع يرجع مستوى لش ما بادت المدرب من قابل مجيد انا بوضع لك شغلة واحدة في الثلاث سنوات الاخيرة انت الفريق الاقوى هو هذي الموسم ترومان ما حصل نفس اللعبين وحسين قاهري حصل أقل من اللعبين ترومان عدل 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 فأنت اليوم المفروض والقطورة مع حسين قاهري كان أضعف من ترومان ترومان كان شوي أقوى حسين قاهري وأحمد جان أقوى فريق عنده وحين سداسي ممكن ما توصل للأسف فأنا حين قرد أقول لك إياها اليوم أنت ليش ما شلت المدرب قابل؟ يعني أنت قسرت المنامة أوكي؟ أنا شنك أستكلم بي اليوم وحنا كنا نطالع ونشوف أن الفريق فعليا ما يعني ما يقدر يلحب ما فيه أنت ترى ضد الأفرق القوية نزيل؟ أنت كنت تخسر فرق كبير ما أقل من 15 نقطة قاعد تخسر فأنت واضح حتى جدام كناظرة جدام الفريق لم تكن زي لم تكن زي فأنت ياتكن باطل المنامة في الدوري ما شلتها ياتكن باطل نويدرات ما شلتها لماذا نطلت لهم باطل الاتحاد؟ كنا حطين أمل لأخر وقت كان عندنا أمل لأخر وقت وكنا نتكلم إياه وكنا نقول له الفريق يحتاجه واحد اثنين ثلاثة ساوتي ذي ساوتي ذي شوف كلنا متفقين أمية بالمية أحمجان ما حصل ستمحك الفريق لا دفاعين ولا هجوميا وللأسف للأسف وهو بيسمع هذه الكلام وبيعرف للأسف اختيار غلط وهو اختار غلط المحترفين ايه وهو اختار غلط أنت عطيته الحرية أنه يختار اختار غلط ايه يعني لو أوستن كان عنده كان وايد مهاري مثلا كان وايد مهاري وعنده الاختراق على الحلق والشوتنج ذي احتمال عود احنا نغل بمبارات الوائدرات والالتحاد ليش؟ مور سبب أحمجان بسبب أن اللاعب يكون وايد مهاري وبتسجل بس للأسف ذي على ذي تراكمت الأشياء وهي النتيجة أحمجان خذلكم؟ ايه كون ايه خذلكم عطتوا الثقة زيارة على اللزوم ايه بيزعل منيك بيزعل مني بس لأنها الكلام وأنا قلت له وأقوله هني ما بجامل قلت لك ليش أنت أنت يمكن هو أكثر مدرب عطتها ثقة؟ لا أنا كل مدربية أعطي ثقة ولا مدربية تدخلنا في شغلة ولا شيء أحنا حتى تشب حين برجع لك حق موضوع حسين قاهري مساعد أحنا نتناقش ونوضح بعض الأمور يعني نفس ما قلت لك على حسب خبرتي أنا في السلة مو بي يبيني أنا مكرة قدم كنت ألعب سلة وفي بعض الأمور الواحد لازم يأخذ يعطي فيها فموضوع أننا نعطي الحرية هي نعطي الحرية نحن نعطي الحرية ولا مرة قلنا حق مدرب دخل الحط وشيل وسو ولا مرة أتحدى أي مدرب نحن دربنا ويات كنا معه على البنج قلنا له دخل فلان ظل فلان بس أنت أخر أنبرة فقت الصيدارة ترى ايه وقبت تحط خطات من عندك لا ما أحط خطات أرجفتك 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 لا لا كنت كرر كرر المدرب كرر المدرب والبوينجارد عندنا بوينجارد يستحون تحكون صراخ فوضى صراخ رابعك لا يشوفون لاعب البقاي بعد يركض معتك ظاهرة ما دخلت في خطة يعني لا لا هاي اللي باقي بعد أحط خطات أنا كنت أتحكي أتشوف بعض النقاط خلنا ندفع رايحني أقول له أشوف هنا أما أنا أحط خطة لا لا هاي اللي باقي أحط خطة نزيل أعرف هاي السؤال بكني أأثر عليك بس أنا ما اضطرس ألك سأل 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 إذا ما تهلت سداوسي هاي بتتم ولا بتقدم استقالتك ما أدري هاي ما أدري أنا ما أعتبر 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 الفشل الأكبر هذي في النوات مصيبة مصيبة إذا ما رحلة سداوسي مصيبة أنا من ترمخي مشاية على هالموضوع يعني أنا والشيخة من اليوم قاعدت ناقش مع بعض الله يحسر ما عناك جواب يعني ما تعيش بتساوي شنو بيكون قرارنا نحن كايدات الفريق بس إذا استمرت وانت طاعت من هذي بيكون محد راضي أتوقع من الجواهير محد راضي مين راضي لي مين راضي لي أي واحد ينتمي حق ناري اللي ما ينتمي حق ناري محرق مين راضي يقولك شون بنلعب دوري بدون محرق مو بتقولي أنت لا مشكلة قاعدين سجل لا ما حد راضي كلش ما حد راضي لا إدارة لا حتى اللاعبين ترى مو براضي حتى اللاعبين يعني شوف أنا عمري ما شككت هو لا اللاعبين ولا شككت إن اللاعبين يبوني تخاذلونه ما يبوني يفوزون ما في لاعب لا لا أنت ما عندك اللاعبين اللي يتخاذلون أنا لا أنا عمري لاعبيني لا يتوقعون أنه أوه مجيد عبالي احنا ما لا 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 أي أي يعني كلهم تقريبا عيال النادي حين بعد ذلك كان لها 13 سنة في النادي حين صح حسين سلمان كان لها سنتين نادر نادر محمد الناصر علي ربيع علي جعفر باقر هؤلاء كلهم نادر ما يلعب أحنا لا أعلم هو اللاعبين هو اللاعبين هو اللاعبين لم يتحدثك وطلع وطلع شكرا لك وطلع في الفياتر باللعبة هذا ما لا تعالي والله العظيم قلت له قلت له قلت له نادر بيفتح لك اللعب يشوت زين الولد صح بيفتح لك اللعب ويلت زين اللعب اي وبيفتح اللعب قلت له كم مرة بس ليش أقول لك هذي شي سأعطي حسه غلط أنا ما أفرط أنا أقول راي اوكي زين ما حسيت أن الفريق من قبل كم من جاولة الوضع مو تمام مراضين على المدرب او اي كم مرة قاعدنا كم مراجعك في أيام أول موسم لك يعني نفس السيستة ما حسيت فيه من اللاعبين في الجاو ما كان تمام مبالا شوي صار صار هالشي ما حاول تتلل الموضوع صار هالشي لإما أقولون بلود أوت مات اتحاد كنا نحاول اللم اللم نكلم مساعد مدرب نكلم مدرب نكلم اللاعبين نكلم محترفين يعني يمكن هالموسم لحد الآن أكثر سنة في حياتي اجتمعت فيه كل مره مع الشخص كل مره مع اللاعبين وهذه حاولنا حاولنا كثير ما نقدر احنا كي جهاز جاري أنا والشيخ عياز اجتمع مع اللاعبين ثلاثة مع اللاعبين مع المدربين مع المحترفين مع الكل كل شيء كلهم مع بعض حاولنا كثير ما نقدر ما أصار ما أصار ما أصار فيه نقول طافت مباراة الناج من مرور الكرام المنامة فاز شنو توعد الجماعة يا صراح أنا بواعد أنا باضيت عليك الضغ بس أنت حطت روحك في الموقف اي قولي احيب لو لديك هدية يا حظة شكتلي قتلي المنامة فاز لو منامة فاز وتأهلتك احيب عقب لأول مباراة لعب حقب يعني أكثر من شيء شو تأبي أوعد الجماهير مشكلة أنت كأجاري ولكن مدير فريق شاو على الجماهير أنا بقول لك ليش أقول هالكلام هنا في تغييرات بتصير طبيعية لكن تسامعين عنها مدعرب لاعب محترف من بيروح أستندي بإن شاء تقريبا لاحن ما صار شيء رسمي بس تقريبا مبلغ عوال لك خسارة عودة بإن شاء أستندي تقريبا لاحن ما إن شاء تايلر بيتم والثالث بيتم رشاد موجود بغيرت المدرب غيرت المحترف ولف تشكيلة يديدة من جهاز فني ومحترف في النهاية وين الفاصل إذا كان في مدرب أتوقع اليوم أنت مشكلتك فنية خذك واقعين ومحترف أوكي هو أكثر من شري اللاعبين نفسهم اللي عندك تزد عليهم اللاعبين أي هو توصل مفروض أتوقع هل محمد مجيد فقد الثقائي في اللاعبين اللي عنده من شيء أنت مقاعد يما توعد جماهيرك لا أنا ما أفقد الثقائي في الفريق لا ما أفقد يعني أنا أقول لك إذا مش الفريق على حسب اللي أحنا قاعدين من توقع مع تغيير المدرب وتغيير محترف مفروض أكون في الفاينل أكون موجود متواجد في الفاينل دوري فقد تأتي في الفاينل بس ما يفوز المنامة ما يفوز المنامة لا ما يفوز المنامة ما يفوز المنامة زين من المدرب لأي لاحن ما أخلص لأرسمياً ما أخلص أغلب شيء الحدد مثل ما سبعنا قريباً بس لاحن ما خلص رسمياً ما خلص هو يمكن العجرب بس لاحن أنا لحني سؤال بس على السريع أنا طاف الوقت محارك متعودين على مدرسل الأجنبية أنت تغيير 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 ليش مادياً الوضع المادي ما يسمح الوضع المادي صعب يعني لو كان الوضع ماددي أحسن كمان ما تروحك بإن رب أحريني الأجنبية أفضل نسبرك نحن متعودين أنا ما قط دربني مدرب بحريني فأنا قول يمكن اللح على طهراء مثلاً مباراتين على ما يوصل المدرب ولا مرة دربني مدرب بحريني فأنا قول لكن ترى المدرب أجنبي أفضل من البحريني أفضل لنا نحن نحن عندنا في النادي أفضل لنا مدرب أجنبي لكن مادياً اليوم مقادرين مزين آخر سؤالين خاص قرفنا أحباد جاني أرتاح بعضك أسومي أعطني أي كلمة أو كلمة واحدة كيفك الشيخ محمد لا يتكرر لا يتكرر الشيخ عيسى بن علي لا يتكرر أتمنى يرجع رأس التحول أتمنى يرجع رأس التحول لأن معاسل غير غير هذه هي ريال هذه يعني تشوف ناس ما قلت لك الشيخ محمد لا يتكرر هذه لا يتكرر وهذه لا أحد يغير سنة البحرين له لأنه يحب اللعب ريال يحب اللعب يحب اللعب ما شاء الله يعني ريال ريال ما يتكرر نهائيا يحط يحط يعني يتواصل معنا ريال فريق مشارك بطول تواصل عقب المباراة نخلص غالبين يبارك لنا في الباص اليوم اليوم الاتحال من عقب الشيخ عيسى تحس يعني صار أقل من قابل بويل ولا لا الشيخ عيسى نقل الاتحاد نقلة نوعية ونقلة عودة يعني شكحنا بيكستن وحين رديننا ومشيرين رديننا بعد مو وقافنا يعني احنا تعودنا على التطور معه حين وقافنا خلاص ما في تطور انطر بداية الموسم دوري زين جنبول نلعب خلص معاه هو كان فيه اكتيفيتيز كان فيه برامج يعني حتى هاي قسم العوائل اللي سواه أعطى ناظر حق الدور والله عظيم تمتك انت تشوف واحد وزوجته وعياله يعني طالعين رايحين ترفيه صح والله كان عيون العوائل مكان ترفيه صح كان يحط مجهود انت تتترين ونثري اللي سواه صح تتترين ونثري اللي سواه فتخيل انت كل هذي المجهود ولا كل هذي الأشياء يسويه في الدوري على مدى ثمان تاشر ولا ساعة تاشر فالكل كان يعني يأكد على هالشيء الشيخ عبد الرحمن أخوي 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 لا لا هذي هاي أخوي يعني أختي كانت ويد سطحية ويا يوم يوم كنت لاعب هو كان رئيس الجهاز ومن عقب ما أنا تعينت مدير الفريق ما توقعت أن أنا بصير يوم اليوم هاللون كلوزية يعني بشكل يومي نحن مع بعض الناس ويد يحملونكم أنت وهو يعني الأشياء التي تصير اليوم يعني ما شفنا بطور لا شفنا شيء تقول كل واحد لراي الجمهور لراي الفنيين لهم راي لعبي لهم راي بس أنت اليوم إذا أنت قاعد برع البوكس وما تدر وما تدر أشي يصير داخل سهل تقول سهل تقول هذي غلطان هذي ما ساو تعال أنت قاعد على الطاولة في النادي نزيل وقاعدوا وشوف أشي يصير من بداية الموسم إلى نهاية الموسم إذا قدرت أقعد أو إذا قدرت تتواصل قول نحن غلطانين لمون ميري لدي لمون ميري من أفضل العديد اليوم يعطي أعطي التوب ثاني هذا التوب عندما نفعل آج مiges عن أيض العديد لان تبعت القصة عنا قام 3 ضد المنامة فاينال كاس كان 1-1 مع المنامة سويننا ميتنج كان عندنا المدرب شاسمه بسيتس باتستيورث 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 سوين كنا معسكرين في فندق الراية خلاصنا غادة المدربنا داني آنا ومحمد حسن ولمون مير نحن كنا على باتم الثلاثة كان الحمل علينا لأننا قعدنا ميتنج المدرب تأوي بتحكي للمون نقول لك كوش ليبتوني قال لك خلنا تحكي قال لك كوش انا أخبرك ليبتوني لننجح ورحنا المباراة سوى عرص سوى عرص هذي شعل الفرق شعلنا شيء حطنا هنا وخذينا الكاس شارلي باركر أحسن مدرب دربي أحسن مدرب أحسن مدرب دربي ليش شارلي فكر سال فكر سال سيستم طريقة تعامل احترافية أحسن مدرب لكي كان مرتاح وياه ايه ما قد تهاش احد ما قد زع على احد وكل كان يلق وكل كان يعد وكل كان يسوي لا 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 أفضل مدرب على على في تاريخ الدور البحريني كلمت بيب بيب كورنس راتب أكثر من المحترفين بب ما شاء الله ايه انا بيب وائد أحب وليليوم توصل إليها ليه حتى ما لديك رسم ستراشته ايه ايه فبناء بيب وائد زين بس ناس ما قلت لك احنا اليوم الوضع المادي عندنا في النادي مو وائد زين فأنت تحاول كثرة ما تقدر تعدل الأمور عشان تماشي المركب أحمد الدوي أحمد الدوي أول كابتن فريق أول العب أول كابتن ايه الدوي شوف هذه اللي أتكلم لك عنه احنا متعودنا في المحرق ما نكون المرشح الأول بس روحنا دائما نتفوز والله العظيم روح المحرق اللي تعودنا عليها احنا من صغراتنا وقسم من الله هي اللي تفوز فأنا أول مو لعد فريق أول أحمد الدوي هو كابتن فريق والله العظيم لو تسمع الكلام اللي تفوز يقول لي احمد الدوي هل تعودنا إذا نلعب فيه روح نسم من الله فيه روح فيه صرار فيه صرار صرار واحد قوي يعني ما أعتقد أي واحد ولا أي لاعب عنده هالصرار إذا ما يلعف محر قسم من بالله هالكلام إذا ساعات يطلعون بوستات في الانستجرام روح المحرك ترى ما وجوده والله العظيم موجود القسم له هاي شيء صج مو تنازل ليل اليوم للأسف أنا هاي اللي نزل دمعتي نفتقدنا هاي شيء ما يصير أنت تلعب بالروح نحن هاي اللي تعودنا عليه والله العظيم أنا ما قال الطنس هاي شيء موجود صج فيه إصرار فيه روح فيه قتالية فيه المعلاعب فيه الذابح أنا وليش ليش أقول لك هاي شيء موجود فيه أمثلة صادقتنا احنا فيه بطولة الكاس الفين وارباة عشر لعبنا فينا مع المنامة والله العظيم لعبين واحد وثلاثين تسعة وعشرين دقيقة بدون محترف تسعة وعشرين دقيقة قاعنا نلعب احنا فينا سي جاي قاعد على البنج فين وارباة عشر خمس تعش سوري تسعة وعشرين دقيقة قاعدين نلعب بدون محترف المنامة في فول تيم ضو كمبس حسن نوروز احمد عزيز ماش ماري مين فل ومنام مباط بالكلف الدوري ثلاث لعبين بحيين بعمطردين شناي كان ما اذكر مبالة ايه صح بها دير رو والله عدد من اطالع الصورة نهاية الوقت مين في الملعب يمكن ما تعرف اساميهم صح بس كان فيه اصرار كان فيه روح كان فيه لعب كنا نفوز بطولات في هالشي اليوم احنا قاعدين ندش الملعب ما فيه هوية ما فيه شي عيازنا ليش انا قاعد اقول لك اللي قاعد يقول لي الى ومني مثلين عاني ولا شي اوكي يمكن احنا عندنا اغلاط بس احنا يازل انت مبارات النويدرات في الهفتين تميتها تنافض في الحجرة انا من الاصراخ انا ما اصرخ براء عشان الناس شوفوني اصرخ بيني وبين رابعي في الحجرة تميتها تنافض وقسم بلازم ما طحت من السترس اللي اشيت فيه الي انا ما احترام حق فريق النويدرات ان النويدرات غالبني فرق 15 نقطة هفتين فهذه الشي اذا تفقد في المحرك صعب ليش مرد جعتوا لاعبين مثل احمد حسن علي عباس حق الفريق احمد حسن انا تشوف احمد حسن بالعكسان او ادي اليوم قول الباطر يرجع لهاس ما اقلت لك مشكلاتنا مهدية احمد حسن مو لاعب رخيص احمد حسن مو لاعب رخيص احمد حسن اليوم ياخذ مبالغ في الالاف احنا اليوم ما عندنا صداء لني لاعبين هلا ماريقدر علي عباس اش مردته علي عباس كان اختيار فني المدرب يوم انا طلحت اسمان قال لا ما يفيدني فانا هاي الاسلوب اللي ما احبه فرضه انا على المدرب قلت له هاش رايك علي عباس دي يوم احنا كان موضوع نادر كان علي عباس وحتى اسم علي اصغر قال لي لا ما يفيدوني فني ما يقدر اصلي يعني ما استفيدوني فمن شي دي اقول لك يعني هاي الاشياء يعني ما يهمني انا مدرب مين لاعبين مين ذي انتش قتلي قبل شوي بداية اللقاء قلت لي يوم حسين قاهري كان يدرب الفاري كان في روح ايش قلت لك انا قلت لك مو المدرب يبن روح الشرط اللي تلبسه يبنك روح والله العظيم ولي يمكن حين الناس عبوالهم وانا ابوالغ ولا اي روح محارك والله العظيم وهاي شي موجود وقسم من بلاد عرفناه وحنا صغار يوم يبتلي اسم احمدوه انا نزلت دمعتي ليش كنا نلعب مباريات وقسم بلاد اذا مغلوبين في اللوكرروم تعرفش يصير تعرفوا اي احمدوه شو كان يسوي فينا كان يكسر الدنيا ما نرضى ما نرضى على روحنا ما نرضى على الفريق في غيرة في شي داخل يكون وهذه نزرع فينا من كنا صغار وصعد صعد معانا دين ما وصلنا فريق اول واللي كانوا موجودين فريق الاول كملوا علينا وعلمونا هاي الشي فليش انا قبل شوي بعد قتلك قتلك احب الله فريق الاول يكون متربي عندي في النادي ليش انا ابي اعتمد قتلك واجريب ان شاء الله بيصير هاي الشي ابي انا والله العظيم ابي هاي يمكن بعض اللاعبين حين ممكن ما يعجبهم كلامي بس لا يهي وقت للصغار يهي وقت الذي اكون ماضي لعبين كبري لا مو في الناوريخي اوكي لعبت انا السنة وسنتين ودي وحركت المنتز مال للصغار بعد اعطه هذي سنتين ثلاثة على ما يتطور على ما يصير زيل على ما يأدي طيق ثلاثين سنة اليوم عندنا احنا لاعب اكيد سمعت عنه في قطر والدي او سي امر خمسة عشر سنة الولد امر خمسة عشر سنة قائلا فريق اول قاعد يأدي فوايل ضروري الاصغار يطلعون شوائحين عشان هما اللي هذين اللي كبروا في النادي وعندهم هل يروح انت ماري سمعت القصة ولا لا هاي وه اي الشي الي انا قاعد اتوجه في تعارف مباراة النوادرات لا مباراة الاتحاد الاخيرة الاخيرة ان احنا داشيين قاعدين في الحجرة ان فريق الاول قاعدين قاعدين في الحجرة وعندي ثلاثة ماي اربعة لاعبين شواب قاعديني صيحون برا سجو الله قاعدين صيحون مغهورين فهي الروح هذه هي القلك الروح اللي موجودة اللي لازم تكون في فريق البحار يمكن احنا فنيا ولا اي فنيا ولا مهاريا مو من احسن الفرق في السلة البحرين منامين كنوا واعد عندهم لاعبين صغار دي بس دائما هاي شيء يمييزنا وهاي شيء مفقوده مفقوده عيوني الشاكل مو ضمير ترجعوا ياكم ان شاء الله ان شاء الله اخر اسم حسين درازي حسين درازي هو اليابني محرق هو اليكنسلوب طلعتين محرق ما عني شيء معانا والله العظيم ما في مشكلة بس انا انا تفكيري شيء وهو يمكن تفكيري شيء هاي الخلاف الوحيد وطبيعي ترى تختلف مع واي الناس انت اليوم في البيت مع اخوانك تختلفون تختلف العراء فاني هاي حسين درازي بالعكس شاي شخصي بيني وبيني ما في والله العظيم ما في شيء بس ايه بس انا لي راي وهو لي راي ما قدرنا ان نتفق مع الله هاي الشيء الوحيد بس اوكي في محور مساعدة كلامنا عنا في موسو حسين قهرا اوكي انا بس انا باخذ الموقف بس وشان نختم ايه اه الثراث ثواني الاخيرة اللي حرمتك من البطورة شون عشت ديج الليلة اخس اخس طريقة خسارة خسرت في حياتك ولا مر خسرتين يعني لا بنا خسر بهالطريقة ولا انه كانت تكون اول بطولة لي كمدير فريق بس ما كنت بعد نفسوك تراضي عن روحك لا انت واصل لي اخر شيء اهدو تخسر في الطريقة اي راضي انا جئت لك مثلا اوار ظلي انا اخذ بطولة بس الطريقة سابع ثواني باقيم انا جام غالب انا ترث ثواني شنك ايه كنت غالب خلاص خلاص انا عن يوم نزلت ثواني هلون مش قحت ورا البنت قاعد استعد ان ابو احتفل ايه اهه ما كانت اخذ طريقة خسارة في حياتي كله منه كنت لاعب وحين بعد كنت مدير فريق حمال مجيد مشكور على حضورك هالحلقة وسمحنا ازنا دمعتك انا ما كنا نقصد ما قصرت حضرين بالعكس بكل صراحة واحد من اجمل اللقاءات بالنسبة لي انا كمذيع على كل اللقاء سويته فعليا هو واحد من اجمل اللقاءات بالعكس عجبتني الفاقرة هذه السئلة كانت حلوة رجعتنا ورا شوي الناس ما قلت نزلت دمعاتنا ونقاح لابروح ما شون صحت بالعكس ما قصرته ومشكوري على استضافه ان شاء الله منتاج يتلع زين موت لقيت الكلمات اللي تستفز لوانم لا احط كل شيء كل شيء حاطة لا تحاطي ما قصرت مشكورين مشكورين ان شاء الله نوع الجماهير بالاحسن ان شاء الله بذن الله مشكور وما قصرت وان شاء الله اني بك في اللقاءات الثانية وانت فوايزة ان شاء الله الله يسمع منك ان شاء الله تبعينا نشككم على خير ان شاء الله في حلقات قادمة انتظرونا والحديث وايد مع ضيوف وايد ان شاء الله انتظرونا مع السلامة